خلص خلصنا القرعة عشان ننتقل بقى لحاجة تانية خالص وهي جمهور النادي الاهلي ما بيتكلمش غير فيها ده هيكون معانا في فار روم النادي الاهلي حصل اتجاهه احداث تحكمه الجمهور بقالوا يومين بيتكلم حنرد نتكلم في ايه حنقول ايه حنعرض ايه النهاردة حنوريكم ليه اصلا بيان النادي الاهلي صدر وحنوريكم ملابسات الموضوع وهل ده شيء النادي الاهلي عنده حق فيه ولا لأ وحنقول لكم ابعاد قرار الشناوي اقافوا اربع مباريات وحتشوفوا معانا حاجات وحالات ولقطات بتشوفوها الاول مرة طبعا السوشيال ميديا وكل البرامج كان لها دور كبير جدا ولكن كمان احنا بنكمل وبنوريكم فكرة تنسف اي مبدأ لاقاف الشناوي اتحاد الكرة في ظل الغضب العارم لجمهور النادي الاهلي خرج منه البعض بيتكلم في فكرة ان يا جماعة الاعلام اللي بيصور على فكرة الاقافات وعلى المشكلة التحكمية وعلى بيان النادي الاهلي لازم يراعي ان عندنا منديال الاندية اكيد كلنا متكتفين فيما يخص منديال الاندية ولكن هي الفكرة هي المشكلة عند مين هو مين اصلا اللي عمل اللغط هل النادي الاهلي كرد فعل هو اللي بيحاسب ولا المشكلة اصلا في الفعل وايه هو الفعل غياب الموضوعية وغياب العدالة التحكمية النادي الاهلي عنده اخطاء حصلت في حقه ما اعتقدش على سبيل المصطفة عشان كده خرج بيان لو حكم الساحة بيخطئ في وجود الفار فده مقبول ده بيان النادي الاهلي اللي ركز فيه ولكن الاخطاء بتكون من حكام الفار وهنا ده اللي غير مقبول وغير مفهوم وغير منطقي كمان فيما يخص اقاف الشناوي انت في الوقت اللي الجمهور عنده موقف وفي الوقت اللي الجمهور فيه غاضب وشايف ان فيه قرارات تبعتها لازم تكون موقف من النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي بتكون حاضرة للدفاع عن حقوق نديها كالعادة بيحصل موقف غريب جدا بتخرج القرارات في ثانية بتخرج القرارات لإقاف الشناوي وكأن بيتقال للنادي الاهلي نحن لا نبالي على فكرة فكرة خط احمر لما احنا فكرنا اساسا في اسم البنامج ما كانش ان النادي الاهلي خط احمر انه هو لا يجوز نقضه ولا يخضع لقواعد ولا يخضع للوائح منظمة اطلاقا اللي فهم كده التفكيره محدود جدا ولكن كانت الفكرة ان حقوق النادي الاهلي خط احمر الاستهانة بالنادي الاهلي هي مليون خط احمر والقرار خرج باستهانة في النادي الاهلي مش عشان النادي الاهلي ما فيهوش لاعب يعاقب لا اطلاقا انما انت عقدت اللاعب بدون حيسيات اي حد فهم قانون؟ عارف ان فيه فكرة قانونية اسمها بطلان الاجراءات لو انت عندك قضية حتى لو كانت انت شايف ان فيها حد مخطئ لو راحت لحد بيحكم فيها وشاف ان الاجراءات الاساسية اللي وصلت له القضية كانت غير سليمة بيحكم ان القضية دي ماينفعش يتاخد فيها حكم على الشخص المدان ليه؟ لان كان فيه بطلان اجراءات وده اللي حصل في الحالة دي بطلان الاجراءات هو قرار الحكم بتاع الساحة اللي ما خرقش في حق الشناوي فبالتالي ما كانش انا ينفع اخد قرار باقاف الشناوي ليه؟ وفكرة بطلان الاجراءات دي جات منين؟ جات عشان المشرع رأى ان لو الموضوع اتاخد بدون مقاييس او اجراءات صحيحة حيبقى الحكم على الاهواء وحيبقى دايما الحكم قابل للطعن وقابل للغضب الجماهيري المبرر وده اللي حصل فعلا وده اللي شفناه حكم وقرار غير منطقي ولا يحمل اي ملابسات ومرفوض تماما مش مرفوض عشان زي ما قولنا النادي الاهلي فوق اي لوايح لا 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 ابدا مرفوض عشان النادي الاهلي ماينفعش يخرج قرار في تضارب مع قرارات اخرى كتير وتقرير حكم تم بلاش اقول التلاعف فيه تم خروجه في ملاباسات غير مفهومة بالمرة